وناخد أول سؤال النهار ده أستاذ محمد أستاذ محمد اتفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة لكاته بارك الله فيك وفي أسرة الجنال الله يرضى عنكم يا سيدي ربنا يخليك ويسع لكم يا رب جمان وكمان يا رب أنا وأنتم مساعدين يا رب العالمين أنا عندي سؤالين اتنين بس يا فندا اتفضل يا فندا أول سؤال أخويا المربي دعني ويقول لي بيقول لي انت من الناس��게 بتخش النار وبيقول انت وانا بخش في علم الغيب بخش ايه بخش في علم الغيب بقول انا بخش في علم الغيب يا ابني بقول ماتجدش هذا يا cubic بقول لا انا أخش في علم الغيب وأنا معاي الخد من يخش الجنة السؤال التاني السؤال التاني بقول الازهر ده ما يعلمش الدين الازهر ده بيعلم الدين غلط أصلاً طيب طيب لغاية ما اجاوب على السؤال حاسبي الله نعم الوكيل تعال يعني يعني حاجة حاجة لطيفة خالص دولا السؤالين بتقع حضرحك يا سيد محمد اجاوب على حضرتك أول حاجة ده اضطراب نفسي يعني يعني اللي إحنا فيه ده نوع من أنوع الاضطراب النفسي اللي اضطراب النفسي والاضطراب النفسي باين فيه في حاجتين اضطراب النفسي فيه مسألة أن شخص بيدعي أن هو يعلم الغيب دي معه واضحة قوي وأنا قبل كده أظن يا سيد محمد يعني الأسئلة اللي زي دي بحاول أكون مفتكرة أنا سألت حضرتك المرة اللي فاتت سألت حضرتك هو بيدعي المهدية يعني بيدعي أنه هو المهد المنتظر وأنه هو مخلص العالم من كل الأشرار وأنه هو بس طب إذا ما كانش ده فنضم السؤالين بتقول حضرتك لبعض أنه هو معاه ختم الجنة والنار هو يزر عايز يسلك مسلك بتاع إيه بقى؟ بتاع مسلسل الحساشين أنه هو بقى معه مفتاح الجنة فالتاني كان معه المفتاح وهو دهت مع الختم لا حد معه مفتاح الجنة ولا حد معه ختم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا جعل الجنة تفتح بأن يهز حلق باب الجنة فيعرف أهل الجنة أنه سيدنا رسول الله وتفتح بقى الجنة ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم غير كده أي حد بفكر أنه في هذا الكلام وخاصة لو كان هو ليس من أهل العلم وعشان كده أنا أفسر لك هو ليه بيقول الأزهر كده؟ لأن الأزهر هو ده محطم اسمه بس محطم أمال الجهال الأزهر محطم لأمال الجهال تيجي أمال الجهال على بناية الأزهر وتتكسر ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه البلد الأزهر الشريف وكان ده سر من أسرار الرباط اللي بشر به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالأزهر الشريف ده جزء من الرباط الذي في هذه البلد زي ما جزء من الرباط اللي موجود في البلد ده جيشه فجزء من الرباط اللي موجود ده جملة من مؤسسات ربنا وهابها لهذه البلد وهابها جيشه وهابها أزهره فاللي بيحصل ده هو شخص مش قادر يدرك الواقع هو في عالم الخيال يعني لو صح هو في الليلة لند فهو ملهوش دعو بالواقع ليه طيب؟ لأن الأزهر هو مدرسة علمية رصينة علمية دائمة الإنتاج طول الوقت بتنتج وبتطلع علماء وبتطلع علماء وإحنا بنشوف ده بدون أدنى مواربة وبدون أدنى غموط فالمسألة واضحة وما تسمعش كلامه هو لو أنت بتسألني وأنا لأنني مهتم بالتحليل نفسي أخونا ده محتاج شوية تلاتة يعرض على متخص لأنه بدل هو بيقول أي حاجة بقى فيها مسألة أني أنا بتطلع على الغيب بطريقة معينة وأنا اللي بفتح ده على طول إحنا بنروح ناحية إيه؟ ناحية الاضطراب النفسي فلو بتنسألني نعمل إيه؟ بقولك الجواب بشكل صحيح إيه اللي هو تعمله معاه؟ وأنا عازر أن أنت بتعلق ده بسنة بهذه الألفاظ وهو لا يستطيع أنه يمنع نفسه وعشان كده هو محتاج حد يساعده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعله في خير وأنا بدعيه لأن ربنا يجمع عليه بأنه تمام الأجر والعافية ربنا يعافي إن شاء الله